السلام عليكم انتشرت الأيام ذي تهكيرات الواتساب وللأسف يعني أنا لو ما وصلني من ناس عرفهم صار لهم كان يعني ما تكلمت فيها بس واضح انها منتشرة بشكل مخيف فلهذا بس بتكلم عنها كده بشكل بسيط طبعا أول شي الهاكر هذا الواتساب أول شي إذا بيرسلك يعني البداية حكتها غالبا يعني يبين انها هاكر شلون يجي يقول هل سلام أو سلام عليكم يعني خذون هذا الشخص اللي تعرفه أنت غالبا يعني بيحييك بطريقة شوي مختلفة فأنا من سبحان الله هذه من أجوفها على طول هذا معناته حساب الشخص تهكر غير كذا أي سؤال تبدأ تسأله يبدأ طبعا يطول عليك لما يرد وبعدين حتى إذا رد يعني تحس تبدأ يعني بسهولة تقدر تكشفها من الأشياء طبعا سألتها مثلا أنا سألت واحد قلت له طيب عفوا مين معاي قال فلان الفلاني طيب طبعا هو جاب طيب فقال فلان الفلاني جاب اسم الأخير صح بس اسم الأول كان صلاح مثلا قال صباح تعارف هو اللي بيطلع له ممكن وممكن حتى لو فرضنا انه بعد لو فرضنا انه جابه صح فممكن يجيبه صح تبدأ تشكك بالموضوع وأي أسئلة كلما تكاثل أسئلة كلما تطلع يعني واضح أنه يعني هاكر وما يدرش السالفة يعني الشباب اللي تواصلوا معاي بخصوص تعرفون المواحد هذا اللي انتحل شخصيتي حسب الله عليه في انستجرام قام يتواصل مع الناس برايفت ميسجز بالميسجات ويجي يقولون والله أنا ضيعت رقمكم وكذا يعطوني الرقم وبعدين عاد يتواصل معاهم عن طريقه هناك وعاد يبدأ يستخدم نفس الطريقة الزبدة في النهاية آخر شيء بيطلب منك أنك تعطيك كود فآخر شيء الزبدة غالبا بيعطيك بيرسلك ميسج اسمس غالبا في كود بيقول لك بيوصلك ميسج رسل لي رسل لي الكود أو صورة لي ورسل لي فبس هو من ياخد طبعا الكود هذا الرقم يكون هكر حسابك وخذ الحساب طبعا سألت من شوي أحد الشباب اللي اللي باعدت هكره قلت له شلون عطني القصة عطاني بعد قصة شوي مختلفة قال ليش وصل هكذا من شخص قال له يعني من اللي عرفهم قال لنا والله هنا قاعدين نسوي عندنا جروب واتساب عن البزنس أو وعلشان تنضم لنا بيجيك كود ارسلي يعني اضغط على هذا وعطنا الكود علشان نخليك تشترك فيه فالأساليب بدت تختلف والطرق النصب بدت تزيد وتختلف فالفكرة الزبدة دائما تكون يعني للأسف عنا الآن صرنا بعصر الواحد جواله صار كل شي وممكن ياخذ كل اللي فيه وانت جالس فانتبهوا يعني اي واحد يقول لك فيه السالفة هيها كود لازم تشك في الموضوع يأمنك تكلمه ولا منها القبيل طبعا فيه طرق للحماية منها ومن أهمها اللي هي انك تعمل الخطوتين للتوثيق وهذا على كلام واتساب انه تصير المسألة مسألة بخطوتين موجودة في واتساب وممكن تبحثون عنها بسهولة تحصلونها طبعا هذيلي هدفهم الأساسي هو طبعا نصب احتيال بالنهاية يبي تحويل قروش أو شي بس عاد هو طبعا يصير ليش لأنه بس من يدخل حسابك في واتساب عنده كل هالعالم ديلي وتلقى شغاله أصلا على الكمبيوتر وكذا فيرسل على الجميع ويلا اللي يلقط يلقط اللي يقدر يرسل يرسل فاهمين فاهمين قصدي وللأسف ممكن ناس تقع فيها فالحذر الحذر الحذر يعني الله يحفظ نا وياكم وبحط لكم بالسكرين الجاي إن شاء الله وش تسوي إذا حصل لك الشسم اللي قدر الله والله يحفظ الجميع وفاهمين الله